السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخر الأخبار العاجلة والمهمة في ألمانيا نبدأ الخبر الأول حقيقة بخبر محزن جدا وصدمة كبيرة وجريمة مروعة حصلت في برلين يوم الأمس بعد الكشف عن الأشخاص المشتبهين بهم في مقتل الأب السوري أحمد الشمطان الذي قتل في السابع عشر من هذا الشهر أي قبل خمسة أيام في برلين بعد التحقيقات توصلت الشرطة إلى أن من المشتبهين بهم أربع مشتبهين بهم أعمارهم أربعة عشر سنة وخمسة عشر وستة عشر وسبعة عشر سنة والشيء الصادم بالموضوع أن الأثنين المشتبهين بهم من المراهقين هم أبناء الأب السوري أحمد وهم أبناء الأب السوري أحمد الذي قتل عمره أربعة عشر سنة وأبن الأب السوري عمره ستة عشر سنة الأب قتل بعدما سدرجوه إلى موقف للسيارات في برلين وفور وصول الأب السوري ونزوله من السيارة قاموا بإطلاق الرصاص عليه مما أدى إلى مقتله فورا في مكان الجريمة طبعا الأبناء استعانوا بشخصين مراهقين آخرين أعمارهم خمسة عشر سنة وسبعة عشر سنة ويحملون الجنسية الرومانية والجنسية الألمانية وبحسب معلومات الشرطة فيتم التحقيق الآن مع اثنين من المشتبهين بهم واثنين آخرين أبناء الأب السوري أحمد لا يزالون طليقين ويبحثون عنهم فرق ألمانية وشرطة الألمانية فرق خاصة وأيضا باستعمال الطائرات يبحثون عنهم لأخذ أقوالهم والتحقيق معهم ولا يزال سبب أو أسباب ارتكابهم لهذه الجريمة المروعة مجهول بحسب الشرطة لم تقدم الشرطة معلومات إضافية لحد الآن ولكن إذا أجينا وحللنا الموضوع يعني شو ممكن الأسباب اللي ممكن تدفعهم من ارتكاب هذه الجريمة اللي هي جريمة قتل حقيقة قاموا بقتل والدهم هل في أسباب أم الأطفال كانوا يعانون من مشاكل نفسية أو تعاطوا شيء أو يعني كل الاحتمالات واردة وعلينا الانتظار ليعطاء الشرطة الألمانية وشرطة مدينة ميرلين المعلومات الكافية لسبب أو لأسباب دوافع هذه الجريمة المروعة حقيقة اللي أتت كصدمة صدمة كبيرة للشارع العام في برلين وأيضا في ألمانيا طبعا تعزين الحارة لعائلة الأب السوري أحمد وبخصوص الأطفال أعمارهم 15 سنة أو 14 سنة أو 16 سنة فيعتبروا قاصرين في ألمانيا من الممكن محاكمتهم ومن الممكن لا يعني هذا الشيء بيرجع للقضاء في ألمانيا ننتقل إلى موضوع آخر بخصوص الجنسية الألمانية ومشروع تعديل قانون الجنسية الألمانية والمسودة النهائية الصادرة من الحكومة الألمانية وثلاث أحزاب الحاكمة حزب الاس بيتي وحزب الخضر وحزب الافتابي الليبرالي أولى ردود الفعل تأتي من رئيس الكتلة البرلمانية لحزب السيدة أوفي البرلمان الألماني اللي قال قرار هذه التعديلات والمسودة النهائية وقرار الحكومة بتعديل قانون الجنسية الألمانية هو قرار خاطئ وفي ظرف خمسة سنوات قال في أشخاص لا يمكنهم الاندماج بشكل جيد في المجتمع الألماني هذا ما قاله رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب السيدة أوو المعارض طبعا السيدة أوو هو حزب المعارضة في ألمانيا من طبيعي جدا أنه يكون في معارضة من قبلهم لأي خطوة لأي شيء تتخذه الحكومة الألمانية لأنها بمختصرة المفيدة هي المعارضة ومعارضة تعترض على كل شيء سواء كان سلبي أو إيجابي أو مفيد أو غير مفيد للمجتمع الألماني وللناس في ألمانيا فالمعارضة راح تعترض وهذا شيء طبيعي جدا فأنا شخصيا أعتبره أنه مشروع ممتاز جدا وجذاب لجذب ولفت النظر العمال المتخصصين العمالة الماهرة من خارج ألمانيا وأيضا أشخاص الذين هم بداخل ألمانيا راح يكون عندهم الرغبة في الحصول على الجنسية الألمانية والإحساس بأنهم مواطنين في ألمانيا وأيضا يعني يحسون بأنهم منتمين لألمانيا ويعملون على أنفسهم تطوير مهاراتهم للحصول على الجنسية في ثلاثة سنوات فقط بدل من خمسة سنوات فأنا أعتبرها حقيقة محفزة جدا للناس في ألمانيا وأيضا في خارج ألمانيا أما لحزبة سيدة أو رأي آخر عم يقوله أنه ممكن تكون يعني في ناس غير مدمجين وخمسة سنين بتكون قليلة لهم لحصول على الجنسية الألمانية أيضا ردود الفعل أتت من رئيس الجهلية التركية في ألمانيا هناك بأن طبعا في التعديلات الجديدة بخصوص الجنسية الألمانية أنه من الممكن راح يسمع للأشخاص بامتلاك جنسيتين بنافس الوقت فالعديد من المواطنين الأتراك الذين لديهم سنوات عديدة سنوات كثيرة في ألمانيا ليس بسبب أنهم لا يحق لهم التقديم على الجنسية الألمانية ولكن هم لا يريدون فقدان الجنسية التركية لديهم انتخابات ممكن صوته وأيضا لديهم أملاكة في تركيا بيوت أو أراضي أو دكاكي على أسمائهم فلا يريدون فقدان الجنسية التركية مقابل الألمانية فبالتعديل الجديد في قانون الجنسية راح يسمح للشخص بامتلاك جنسيتين بنافس الوقت في بهذه الحالة راح يكون عشرات الآلاف مئات الآلاف من الأتراك يحق لهم التقديم على الجنسية الألمانية ولكن هون لب المشكلة هون المشكلة الكبيرة قلت الموظفين في إدارات التجنيس في مكاتب التجنيس الموظفين قليلون جدا ومدة دراسة طلب الحصول على الجنسية الألمانية عم يطول حاليا يصل إلى سنتين وثلاث سنوات إلى أربع سنوات فبهذه الحالة شو استفدنا من تقليص مدة النقامة في ألمانيا من ثمانية سنوات إلى خمس سنوات وإذا قدمنا على الجنسية راح يطول دراسة الملف وأيضا الموعد الأول والإيميلات يعني ما عم يجاوبوا عليها راح يروح إلى سنتين وثلاث سنوات فما راح نستفيد شيء فهون بيجي دول الحكومة الألمانية ممكن يكون في موظفين في الإدارات لأنه بالفترة القادمة راح يكون لسا تأخير أكثر إذا الأشخاص عم يتأخروا حاليا سنة أو سنتين راح يتأخروا بالفترة المقبلة أربع سنوات وخمس سنوات لأنه أتراك أكبر جالية في ألمانيا جالية تركية وبالإضافة إلى الأجانب الآخرين السوريين العراقيين المغربيين راح يكون هناك في عدد فائق جدا وعدد دخم من طلبات الحصول على الجنسية الألمانية في وقت واحد فقط فنتمنى من الحكومة الألمانية أنه يلاقوا حل لهذا الموضوع ويكون في توظيف في مكاتب الدجنيس والإدارات والناس ما تستنى سنين والسنين للحصول على الجنسية الألمانية يعني بعتبر أنه ستة أشهر أو أكثر بقليل أو أقل بقليل كافية أن الشخص يستنى لا يحصل على الجنسية الألمانية وتمنى التوفيق للجميع وتمنى أن يحصل على الجنسية الألمانية وتمنى لجميع المثابرة والاجتهاد والتوفيق والنجاح في أعمالهم ودراستهم ننتقل إلى موضوع آخر بخصوص المراهقين في ألمانيا والإضطرابات النفسية ومشاكل الاكتئاب الذين يعانون منها حقيقة زادت نسبة المراهقين الذين يعانون من المشاكل النفسية بعد جائحة كورونا قبل جائحة كورونا وبعد جائحة كورونا هناك فرق كبير جدا وغالبا المراهقين لا يعيشون مع أمهاتهم يعيشون مع أمهات عازبات يعني أم ما هي زوجة أبوه ولكن ما هي أم الحقيقية وممكن يكونوا الوالدين عم يعانون من مشاكل نفسية اضطرابات نفسية واكتئاب فمن ممكن المراهق كمان يتأثر بشكل أوتوماتيكي من هذه الحالة وأيضا ممكن أن يعيشوا في منازل ضيقة وعدم إكمالهم المدرسة يمكن أن يكون سبب من أسباب الاكتئاب والاضطرابات النفسية وقالوا أيضا بأن المدرسة يجب أن يكون لها دور في التوعية والاستماع للمشاكل النفسية للطلاب والمراهقين بحسب خبيرة في مجال الاضطرابات النفسية والاكتئاب وعند ذهابهم إلى الأطباء ينتظرون شهور للحصول على مكان العلاج في العيادات ولكن في هذه المدة الزمنية الكبيرة يمكن أن يذهب المراهق أو الطفل من السيء ينزل إلى الأسوأ بسبب انتظاره لمدة طويلة وهو في حالة نفسية منهارة ومحتمة حقيقة للغاية ومن أهم أعراض الاضطرابات النفسية وأعراض بدء بداية الاكتئاب وهي القليل من الحديث لا يتحدثون أبداً ولا ينهضون من الفراش في الصبح إذا شفته شخص ما عم يحكي مع أي حدا ولا عنده القدرة أنه يفيق من فرشته يروح للعمل أو يروح لأي شيء أو يروح ينظف أو يروح يطبخ أو يروح يأكل وما عم يحكي مع أي حدا وعنده المزاجية منهارة حقيقة فهذا الشخص عنده اضطرابات نفسية وحالة من الاكتئاب ويجب أن يذهب إلى الطبيب بأسرع وقت وقالوا أيضاً بأنه بدلاً من اللجوء إلى الأب والأم في هذه الحالات بدأ بعض المراهقين في إيذاء أنفسهم عبر إصابة أذرعهم وأرجلهم بجروح خطيرة مستخدمين شفرات الحلاقة يعني فيه كمان من المراهقين عم يقولوا عم يستخدموا شفرات الحلاقة في يعني مو واحد أو اثنين هناك يعني عشرات من المراهقين نسبة كبيرة عم يأزوا أرجلهم أو أذرعهم بجروح مستخدمين شفرات الحلاقة فحقيقة شو من الممكن يستفيدوا إنه شخص يأزي حاله ويحس بيه الألم فهذا ما رح يكون حل لهكذا مواضيع أو لهكذا أشياء أتمنى سلامة للجميع وعلى الجميع الآباء والأمهات الانتباه لأطفالهم وللأشخاص المراهقين دينا يعيشون معهم سبعاً بعمر 14-15-16-17 سنة فمن المهم جداً أنه نكون معهم ونكون قدل لألهم ونساعدهم في تجاول هذه الفترات الصعبة وحتى يبلغوا يعني 20 سنة وفا ما فوق خلاص يعني ممكن يعيشوا أو يميزوا صح من الخطأ ويساوى أشياء هنن مقنعين بهم ويكونوا فريحين بالأشياء اللي هنن عم يساوها هاي كانت الأخبار العاجلة من ألمانيا نلقاكم بفيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته